تلميذ قرية تراه باكرا يعدو وأمر القسم يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه ومحفظة تصاحبه بها كتب تعلمه له أمل يآنسه غدا بالجد يدركه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه تلميذ قرية تراه باكرا يعدو وأمر القسم يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه ومحفظة تصاحبه بها كتب تعلمه له أمل يآنسه غدا بالجد يدركه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه تلميذ قرية تراه باكرا يعدو وأمر القسم يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يدركه وحر الصيف يلفحه ومحفظة تصاحبه بها كتب تعلمه له أمل يآنسه غدا بالجد يدركه وخالقه ورازقه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه تلميذ قرية تراه باكرا يعدو وأمر القسم يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه ومحفظة تصاحبه بها كتب تعلمه له أمل يآنسه غدا بالجد يدركه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه تلميذ قرية تراه باكرا يعدو وأمر القسم يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه ومحفظة تصاحبه بها كتب تعلمه له أمل يآنسه غدا بالجد يدركه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه وخالقه ويحفظه تلميذ قرية تراه باكرا يعدو وأمر القسم يشغله سقيع البرد يلسعه وحر الصيف يلفحه ومحفظة تصاحبه بها كتب تعلمه له أمل يآنسه غدا بالجد يدركه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه وخالقه ورازقه يباركه ويحفظه ترجمة نانسي قنقر